اشتركوا في القناة السلام عليكم أخيكم اسمالي الجعبيري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أيها الإخوة الكرام نرضى ما زلنا بالكلام عن سلسلة الأدعية ومعنا دعاء مجرب العنوان كنت أردد لحول ولا قوة إلا بالله وحداثة المعجزة طبعا دي تجربة لمتابع لي صجرتها لي تقول صاحبة هذه التجربة أنها سعيدة جدا أن يحصل معها الكلام ده أن كان فيه يوم كانت بتشعر بضيق في المعيشة وديون ووالى آخر فبدأت تردد لا حول ولا قوة إلا بالله قالت في الأوين الأخيرة أنها كانت مديونة بكثير من الأموال وكانت بحاجة إلى سدد تلك الديون وكانت دائما تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وتبكي خاصة في الفجر عند السجود في قيام الليل وقالت بقلبي خاشع وداء الأصل لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين ده دعاء سيدنا يونس ذنون وكانت تختم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله استمرت في قولها بشكل متكرر حتى غفلت ونامت وفي الصباح الباكر وجدت رسالة ووصلت إلى هاتفها الجوال وقد تم إداء مبلغ كبير من المال في حسابها من بعض الأشخاص اللي هي تعرفهم يعني مش جاي من السماء ولا حاجة لا شخصية ما كانتش متخيلة أن هي ممكن تساعدها لمجرد أن هي عرفت شخصية دي عرفت أن هي عندها ديون سدد لها ديونها من اللي صخر الشخص ده؟ الله سبحانه وتعالى بسبب إيه؟ بسبب قول لا حول ولا قوة إلا بالله فحافظوا عليها ودعونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته